الأسنان جميلة. الحقيقة حوار الأسنان دايما جميل جدا. بصوا معي. يعني فيه تلقصات جميلة قوي متعلقة بالأسنان. نهارده حوارنا صحيحاً وانو مهم جداً. تاي دايمون. واحدة من الحاجات اللي بنفرد بالحوار فيها. والنيفيدانت. لكن هنتكلم على إنه فيه علاقة وثيقة بين القلب السليم والأسنان النظيفة. شوف. كان زمان يقولك إيه. الجسم السليم في العقل السليم. ولا العقل السليم في الجسم السليم. دا صح. لكن دا كمان دلوقتي. القلب السليم في الإنسان اللي أسنانه سليم. الأسنانه النظيفة. طبعاً دا هو مفهوم جداً. لأنه الانفكشن والأرجانيزم أو الجراسيم الموجودة في الأسنان. ممكن تسيء لعضة القلب وصمامة القلب. بل وتسيء للشنانة تيجي نفسه. تؤثر على الشنانة تيجي نفسه. دا في المنتقى الخطورة. برضو السجاية الإلكترونية بتؤثر على صحة الأسنان. خلي بالكم من السجاية الإلكترونية. طلعت موضة. كتير جداً من الدراسات اللي تعملت. دا تعمل في أمريكا. الدراسة دي تعملت في أمريكا. تعملت في الفيدرالية الأمريكية على ربعمائة حالة لأمراض بالرئة. نتيجة عن السجاية الإلكترونية. لقوا إنه الأسنان بتاعتهم كلها في مشاكل كبيرة. طبعاً يدي الأسنان بالوصفات اللي عبر الإنترنت. دا ممكن يسبب في حروق في الوش. مش في حروق بس في اللسة. دا حروق في الوش. دا الشفايف وداخل الشفايف بتتحرق. دا حرق. فما تبايتش سنانك إلا في منطقة في عند دكتور سنان. لكن من خلال وصفات. ما ضمن لكش. الحوار النهاردة مسير وممتع جداً. في منطقة تكنولوجية. في منطقة أبتو ديت. القرن الواحد وعشرين. الاثنين وعشرين. السبعة وعشرين النهاردة. في حوار مع ضيفي. العزيز. دكتور شادي علي حسين. كل الطب ببني علاقة داك نوز. تشخيص. إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيما. وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية. ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان. حشوات تجميل إيه يعني. يعني إيه كلمة حشوة تجميل إيه. خلما لسه ما وصلش للعصب. يبين سميه العلاج التحفظ. دا عيما الناس بتهمل الأسنان في مرحلة ذات. عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم كده. شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر. تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان. ما فيش حاجة اسمها. قشرة مدار تحضير. أربع ساعة بتخلص الزلح. أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان. بس في الأول وفي الآخر انت ماشي بسنان أحسن من اللي تدخل. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين. أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس. دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس. ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس. زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان. عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور. المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. تايد آمون تايفليكس. بدأت الناس تحفظ. أنا بدأت أحفظ بصراحة. تايد آمون يسبحوا لي من راحة بضيفي العزيز. السؤال دكتور شادي علي حسين. أهلا بيجا يتراهي. التايد آمون اللي فرضت نفسها مبهرة. هبلت الناس. أنا بصراحة ممسوط منها جدا. أنا فرحار يعني عارف اللي هو إيه تحس إن أنت بتعمل حاجة في القرن فعلا السبعة وإيش. يعني. فيوتشر. فيوتشر. هي 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 الجميل فيها دكتور أيمن. خلينا نرجع لورا كده ونفتكر مع بعض من ساعة مفتدينا في 13 كان في 13. 2013. 2013. كان كان الأول ما تكلمنا وممكن أول حاجة دخلناها كانت الإيماكس. كويس. واللي هو اللي سيبضيها سليكاتي اللي هو البورسلان الزوبيل. كويس. وكنا كان إنوفيشن رهيبة جدا وكنا طلعين بيستامة وكنا وسطين جدا. والتكنولوجي وإن البلوكات بتيجي من ألمانيا وإن هي بتيجي البورسلان هاي كواليتي وبيجي البلوكات بنخرطها وده لأن كنا بنبني بورسلان هنا والكلام ده كله. كنا وسطين بيجاد. وبدأنا بتقابلنا مشاكل القوة. كويس. القوة إن أنا النهاردة عملت بيه تركيبات حلوة وابتسامات جميلة لناس عندها سنان. السنان فيها مشاكل ولكن في سنان أنا أقدر أحمل عليه. وبعدين تردت الناس الاكسبيكتيشنز أو الديماند والرغبات في التكنولوجيا وتوقعهم مننا وكنا من النوع من نهزل ونقول الناس فاكرنا إن إحنا بنطلع أرانب من تحت الطاية. سحرة. سحرة. لتقتيد الطاية دي سحرة. سحرة. وهده هقول حدثك ليه. فخليني فلما نمشي على نفس الطاية أنا أنا بحب دايما ناخد تايم لاين عشان أعرف أنا كنت فين وبقيت فين وعيد أبقى فين. فجل الناس كانت مفضوطة قوي فالطلبة تطلب مننا نعمل كباري بالإيماكس فوجئنا إن القوة بتاعته ما تسمحش إنه نعمل دي كبري. فبتدينا ندور على بدايل والعالم كله إحنا محشين مع تكنولوجيا العالم تقدد تطلع الفول ألاتومي كالزيركونيا أو اليو تي أم ألوك. بطينا نتكلم كلام ده كان في 2017 يمكن. ده زيركونيوم آه 2016. 2016 أواخر 2016 بطينا نتكلم على الألترا ترانسلوسين زيركونيا أو الألترا ترانسلوسين مالتي لاير زيركونيا اللي هو اليو تي أم أل. وبرضو كانت إنوفيشن جميلة جدا نحن نعمل زيركونيا كانت شكلا ما أضفتش زيادة عن جمال الإيماكس بس حققت سبكترم أعلى أو مجال أعلى للناس اللي ما عندهمش سنان خلفية. عشان هي صلابة. أه بالضبط فقا. وعد شرعبك لغاية دوليتي حلقاتك فيها لما عاد تشرح للناس فكرة الفيزياء والقوة الصلابة واللود. بزرعب. والطحن والخلفي زي الطحن فيه ممتاج أكثر. فأصبح أنا الأول كان الناس ما عندهمش يعني كان الأول التبشير والحاجات اللي كنا بنشوفها زبان دي فابتدت الإيماكس غير فكرة التبشير. من التبشير اللقلق إذا ما تفتكر كنت بقولك السنانية التبشير والسنان اللقلقية. وبعدين بعد كده ابتدينا إن إحنا نغطي كمان الناس اللي عندهم فقط جزئي للأسنان الخلفية عن طريق الزركونيا الشفافة اللي بالكمبيوتر. فعالجنا تقريباً 80% من الpopulation أو 80% من الناس اللي راغبين في إعلاج الأسنان. كان بيجي لنا بقى مرضى عندهم فقط مش أسنان بس فقط أسنان وعظم. فكان الحل دايماً إن إحنا نعوض العظم المفقود علشان أقدر أعوض الحجم ده عشان أقدر أسند الفم ورجع الشكل الوش للشكل الطبيعي بتاعه. فمحتاج أطلع لبره فالزركونيا قاة قوية بس ما قداش تطلع بره محيط الفك علشان خاطر الفك نفسه تراجع مع فقد العظام. فابتدينا طب كنا بنعمل عمليات حوض وبناخد. دايماً والنبي معلش الحتة دي دايماً ما حيث إن الناس مش هتفهم. حتة إن الزركونيا ما قداش يطلع بره محيط الفك. معلش ننزل للبسطاء عجل نفهمهم يعني إيه محيط فك. بص حالتك يعني أنا لو بصت كده مثلاً على الكوباية وأنا عايز أحط هنا لوح إزازة. كويس. طالما أنا محمل على حفة الكوباية كويس. اللوح الإزاز ده يستمتع كويس جداً. مش هتكسر. تمام. مسنود كويس جداً. لو طلعت بره الكوباية لبرها على الهوى وقمت ضغط. اللوح الإزاز ده هتكسر. أه. فكل ما هو زجاجي ما ينفعش تطلع بيه من غير ما يكون مسنود. تمام. فده مشكلة الزركونيا والإيماكس. أنا مقدرش عوض بيها فقد عظمي تراجع العظم الخلف أن أنا محتاجة أرجع الوش لبرة. محتاجة أحط السنان دي لبرة. وخصونا مع كبار السن العظم هنا بيردع لجوء والله يا دكتور أيمان. والصغيرين. كويس. فالفكرة في إيه؟ الطايتينيان بقى. إدنا القدرة. إن أنا محتاجش إن أنا كنا الأول بنعمل إيه؟ أنا عندي الحتة دي مفقودة. فكنا نقيس القدر بتاع الحتة دي قد إيه؟ وعايز حدوة حصان كده. حاجة على شكل حدوة الحصان. أحطها لبرة عشان تطلع على العظم لبرة. عشان بعد كده أزرع وأحط التركيبة لبرة. تمام. فكنا بناخد شكل حدوة الحصان ده من عظمة الحوض. كنا ندخل المريضة ببنج كولي وناخد الحتة دي من عظمة الحوض ونركبها. وبعد ستة شهور تلحم مع عظم الفك. أبتدي إن أنا أزرع وأبتدي أحط عليها الزركوني. فالإبتدينا نفكر بشكل عكسي. هو إحنا بنعمل ذراعة الفك لما يكون ما فيش عظمة خالص آدي أو الثباب. وعلشان خاطر لما يكون العظمة راجع لورا عشان يرجع الشكل الجمالي بتاع الوش. فكانت دي جراحة تجميلية بتاع جراحة وجهه فكين. كويس. فكانت كوستي تكلفة موردة تلوس كتير جداً. كانت عملية مؤلمة مش سهلة يعني. مكان اللي أخدت منه العظمة تقولها. يعني عملية عمليتين. عملية فوق وعملية تحت ودخلت العين بين كله. والكلام ده كله فكانت بالنسبة لعين مش حاجة لطيفة. فابتدينا إن إحنا نعمل أولا عملنا التايتينيوم. لأ أنا بقدر بقى العظم وراء دي ما هو أطلع بالعظم بالتركيبة البرة. وهي مسنودة على إيه؟ على الفريمورك بتاع التايتينيوم. وحط الزركونيوم بقى على التايتينيوم. فبدل ما أنا كنت بحطها أطلع بالعظم. لأ أنا أحطها على التايتينيوم بتاعي في المكان اللي يعجبني. فبالتالي أنا أعدت تشكيل الوش بالكامل. كأن اللي على فكرة كأن التايتينيوم ده كبرى معلق. كأنه كابول بطلعه وبعلق عليه. بالزبط كده بالزبط كده. فبالتالي ممكن مع أنا من ضمن الحالات حالة فقط للفك الاثنان الفك العلوي مع عظم الفك. راح راح فيش عظم. عملنا إيه؟ عملنا للراجل ده فريمورك زي ما حالك شايف كده الفريمورك تايتينيوم الأول. تمام؟ صورنا عملنا الديزاين عملنا الفريمورك تايتينيوم بتاعتنا. والمنظر زي ما حالك شايفه كده. كويس؟ ده كان عنده الفك العلوي والفك السوفلي لتنين في يوم مشكلة. المنظر الفيديو زي ممكن من ضمن الحياة أنا بقيه بصر جدا جدا شايف المنظر قبل والمنظر بعد. شايف التراجع بتاع الفك. شايف الارتخاء بتاع الشفة اللي موجود بتاع الشفة العلوية بالذات. اللي موجود فيه الفم. الديزاين مهمة قوي. تصميم مهمة قوي. الراجل ده حضرتك هتشوفه هتقول عليه في أواخر التلاتينات في أول الاربعينات بعد. بصلا هو بتكلم وهو بيتحك. إنما لو حضرتك ليه علشان ارتخاء الشفة العلوية مع السن بيؤدي إن الفك السوفلي هو اللي بيبان والفك العلوي ما بيبانش. فده بيحصل مع عنصر الجاذبية. فإحنا بنقصد إن إحنا نطلع بالأسنان لبره علشان خاطر أقدر أعمل تركيبة تخلي الأسنان دي تطلع من غير سابورت تطلع من غير ما تتسند. فصغر الشخص ده عشرين سنة. أنا مش بس هعمله بتسند. بربع وشه كله. أنا هعمله عملية تجميل بإعنق بالضبط. فيسليفت. فيسليفت صعب. فيسليفت في الميدل فيس. أنا هجمل الواجه عن طريق التركيبة من غير مضرب مشرط في الوش. من غير ما خلي المريض ده يعمل أي عملية تجميل هيبان أصغر عشرين سنة. إحنا عمليني الكامبين بتاعتنا هتصغر عشرين سنة. كويس؟ هتصغر عشرين سنة ليه؟ لأن ده what's really happens. كل سنة كل عشر سنين الشفة بتنزل اتنين ميلي. الاتنين ميلي دول بيكشفوا الأسنان السفلية وبيغطوا الأسنان العلوية. فبالتالي أصبح المريض بيبقى مكشوف عنده ستة ميلي وهو في سنة التلاتين. لما بيوصل أواخر الخمسينات الستة ميلي دول بيختفوا بالكامل وبيظهروا ستة ميلي تنين في الفك السفلي. أنا النهاردة هقدر أعمل تركيبة أخلي المريض يبانى عنده ستة ميلي في الفك العلوي. فبالتالي هيصغر عشرين سنة. أقوم أربعة عشان بس أني بقى صدقي. أربعة ميلي. أربعة ميلي. كويس؟ فديل عشرين سنة. فالفكرة في إيه؟ يمكن معايا حالة تانية ملفتة جدا. ليه بقى؟ لأن الحالة دي هو عنده أسنان سفلي. وما عندهش أسنان علوية. الأسنان السفلية باينة ووضحة بشكل كبير. يمكن أهبان في الصورة هو الأسنان السفلية موجودة وأسنان العلوية مش موجودة. أنت منقل كمان حالتين صعبين. الوش نفسه وش مصري. هو ده. وش صعب، تقيل، هيفي فيس، نسمي هيفي فيس. لا، هو أم الحالة اللي تنسوا عددين. والله؟ ماشي مع العربي، بطل الوش عربي. الوش عربي هيفي فيس. بالزبط. فالمريض كان الفك السفلي موجود، شايف؟ فك السفلي أسنان موجودة، فك العلوي الأسنان مش موجودة. فباين قوي وريماركب القوي الأسنان بتاعت الفكة. وعايز أقولك بقى، في الصورة دي، هو كان عامل تركيبة سيئة على بعض الأسنان القصيرة، فهو بيتحك كده، هو عنده أسنان بس مش باينة. تفايني؟ تادينا نعمل ديزاين، عملنا زرعاب بتاعتنا عادي جداً، ما عمل نروش زراعة عادة. تادينا نعمل ديزاين إن إحنا هنطلع الفك العلوي البر. هنطلع الفك العلوي برا، بص حاجة بقى وبيضحك. أصبح باين عنده أربعة ميل سغل عشرية سنة. هنبدأتش تشغله؟ هو العلوي، أنا معتش غل العلوي، أنا معتش العلوي بس. ليه؟ ما يعمل السفلي كمان؟ لا، ما السفلي كان كويس. أسنان الطبعية كانت موجودة كويس. شايف حضرتك الفرق، أولاً تحت مش باين أي حاجة من الشف. فوق باين شف، تحت المتوءات اللي موجودة الصورة دي بعد التركيب مباشرة من الرجل دا بعد شوية كمان، هبصت لقى المتوءات دي اختفتها. خلي بالكم إن الصورة اللي تحت سبعينات، الصورة اللي فوق خمسين، هو فعلاً صغر بتاع خمسين سنة؟ عشر عشر سنة، كويس، لما بيتكلم، سبعيناتي تحت فوق خمسين. أيوة، فلما بيتكلم شكله باين أصغر بكتير، ده الفاليو بتاعة الطايتينية. عندي برضو حاجة تانية مهمة جداً، من الفاليوز المهمة جداً، أو الموصل الكبيرة في الطايتينية. إن أنا أقدر أزبط عضلة والمريض، أحياناً كتير جداً مريض يروح يبقى عنده ارتفاع السنان قصيرة، أو الترابيش المعمولة قصيرة، فعايز أطول طول الترابيش دي بحيس إن أنا أقفل العضة وخلي المريض يعرف يمضخ كويس. السنان اللي أنا بتقضش على بعض لأي سبب من الأسباب حاجة خلقية، حاجة تركيبة وحشية، اتخلعت السنان ولفت وبعدت عن بعضها، وتبر الكوز إيه؟ أسباب متعددة؟ ما تقدرش تطلع بارتفاع أكتر من ارتفاع السنة الطبيعية، اللي هو 8 ملي أو 10 ملي بكتير، تنزل 14 ملي ده تبقى أنت يعني عملت اللي ما يعمل، عشان تنزل بالسنة، بطول السنة بعيدة عن الإيه؟ عن السابورت بتاعها، اللي هو زراع القوة، لما بنعمل تركيبات تايتينيام، بقدر أوصل بها لحد، لأن أنا بعمل التايتينيام الأول، وبغطي بعد كده بالزركوني، أقدر أوصل لحد 22 ملي، فأقدر أقفل العضة في الفك الخلفي تماماً، فإذا إحنا قدرنا إن إحنا نغطي الفول سبيكترم بتالت حاجات يا دكتور آيب، لما نيجي مقسم بقى أنواع الحالات، والإنديكيشن أو الحالة اللي محتاجاها، اللي علاج بتاعها، والفوايد اللي ناخد تاهمي، وكل مادة، عايزة أعمل قشرة تجميلية، واحد عنده سنان، سنان اللونها وحش، شكلها وحش، فيها بقع سودة، فيها بقع بني، فيها خطوط صفرة، فيها خطوط بيضة، مش هجبني شكلها بتاع فراغات، هعملوا إيماكس، مريض تاني، هعنده فقط جزئي لبعض الأسنان، وهعمل زرعة، أو هعمل كبري، على قد سنتين ثلاثة، يبقى هعملوا ألترا ترانسلوسينت مالتي لير زركوني، مريض ما عندهش سنان، شتان في الفرق، إن أنا أعمل فك كامل بزركونيا، أو طبعا إيماكس مستحيل، ده يكسر تاني يوم، زركونيا أو تايتنيوم، هنا وهنا، التايتنيوم أعلى كتير في الفرق، باي فار، باي فار، التلاتة موجودين، بس كل واحدة ليها مميزاتها، عايز تزرع فك كامل، ما تفكرش إنك تعمل زركونيا دلوقتي، التايتنيوم كان زمان إحنا كنا بنعمل زركونيا، بس ما كانش عندنا حل تاني، إنما النهاردة زراعة الفك الكامل أحسن علاج ليها، مش هقولي العلاج الوحيد، عشان ما حدش يزعل مني عشان ناس كتزمان تزعل مني لما أقول ما تستخدموش الزركونيا في البنيرزو، ما تستخدموش الكمبوزوت في الأنتيريورز، وكتر الناس بتوع تقول شادي بيقول ما تعملوش كزا، فبدل ما نقول مش هنتعمل، بس أحسن علاج، أحسن تعويض، لتعويض الفك الكامل على زرعات هو الطايتيني، فبالتالي إحنا قدرنا نوصل جميع الفئات العمرية وجميع أنواع العلاج للأوبتمام، الصغير عايز يعمل قشرة، أو الكبير، بس اللي عنده سنين، اللي عنده سنين، وعايز يعمل عليها كافر، والسنة تريمة وموجودة، أو فيها بعض التساوس، يبقى الإي ماكس أحسن حل، وحل سريع، وبيخلص في جلسة أو جلستين. عايز أروح بقى للنفيجيشن، أو النافيدات، خدم يعني مع التايتينيب، التايتينيب ده وسيلة، طب هركب الوسيلة دي هي الأداة، هي المكناة، هي اللي بشتغل عليها، النافيدات عشان ما نلخبطش الناس، إيه هو؟ النافيدات دي اللي هي رحلة أو النص التانية من الرحلة بتاعت الزراعة، اللي هي إن أنا أقدر أزرع الأسنان عن طريق الأشعة التفاعلية، أو إن أنا أفضل ماشي على تراك ديورنج الجراحة، ولو حكينا سريعاً، أنا عارف طبعاً الدنيا أنا بأخد وقت كتير بالله، بتنطلق، بتنطلق، وبعدين بقى بالحباس بتبقى كل مرة بتبقى أكثر حباساً بالله، أنا قوي 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 في النتائج، سرعة نتائج، إحنا كانت الناس خاصة إعادة تكويني للفاك الكامل، كان بتزعل قوي من إن أنا أخد وقت كتير علشان أخلص شغلي، الطايتين يا مفرق معنا قوي في الكلام ده، خلصنا بسرعة، خلصنا بنتائج مبهر، نفي دانت بقى قصته البساطة، إنه هو وفر علينا وقت وفلوس، أنا النهاردة كنا مبسوطين قوي بفكرة إن أنا أعمل أشعة مقطعية، وأعمل تخطيط قبل الجراحة بدل مفتحة، وده كان بالنسبة لنا الألتمت كان أو كان أعلى حاجة، بعض الحالات أنا النهاردة كنت بحتاج أعمل لها دليل جراحي، أحتاج أعمل لها دليل جراحي ليه؟ علشان خاطر قريبة من العصب، ماشي وراء الجيب الأنفي، عامل تركيبات، عامل حتى كذلك العظم يدوبك بالزبط، فكنا بنعمل، لما بيبقى عندي الموضوع طايت جداً كده، فبالتالي بقوم عامل إيه؟ بضطر إن أنا بعمل حاجة اسمها دليل جراح، إن أنا أعمل دليل حاجة بلاستيك كده، مخرومة بشكل معين، إن أنا أمشي في اتجاه معين عشان أنزل بالزرعة في المكان اللي أنا خططه، إنما هل أنا بيبقى عندي رؤية للعظم أثناء الجراحة؟ لا، أنا بيبقى عندي تخيل لشكل العظم قبل الجراحة، إنما ما عنديش رؤية فعلية أثناء الجراحة، النبي ده أنت بقى حقق لنا ده، قدرنا إن إحنا نجيب الأشعة المقطعية، ونعمل لها تناسق أو تناغم مع الفك بتاع المريض، تطابق، والجهاز عن طريق ماركرز، الحاجات المثلثات السوداء والبيضاء دي، بيقدر يعرف الأداة فين، والراس فين، والسنة فين، مع الهدف تطابق، مع الجهاز نفسه، فيه كاميرا، موشن ديكشن كاميرا، تشوف المجس ده، تيجي تقولك أنت بالنسبة للعظم ده أنت في الحتة دي، فتبتدي نعمل تخطيط للزرعة زي ما كنا بنعمله قبل كده، بس بدل بقى ما بنعمل دليل جراحي، فكان بياخد وقته، كان بيكلف المريض فلوس، كان دليل جراحي ده، كان بنعمله للسن الوحدة التالة تلاف جديد، وللأسنان كلها كان بيوصل لفتة وسبعة تلاف جديد، النهاردة ده بلاش، ليه؟ لأننا النهاردة مش محتاج أعمل أي حاجة فيزيكال، مش محتاج أعمل حاجة مادية، علشان خاطر أنفذ العملية، لا، أنا مجرد أننا هحط الزرعة والجهاز شايفني، فخلص هو الجهاز موجود، كويس، وإحنا بنقدمه خدمة لتكنولوجيا دايماً بنقدم، بنجيب أحبس الحاجة، علشان خاطر نقدمها للمرضى بتوعنا ونديهم أحدث ما يمكن، فبالتالي إن هو يشوف إن إحنا نعمل العملية دي، يجي نمشي بالزبط بالزبط في المكان اللي إحنا عايزينه، فيبقى أسرع، مور سيكيور، أأمن بكتير جداً، أنا عارف أنا رايح فين، مش أخبط عصب، مش أخبط جيب أنفي، مش هدخل فيه كيس دهني، بالزبط، ولو حصل أي متغير أثناء الجراحة، هتقدر تتعامل معنا، لأ حتة دي بان في فم هاش، حلوة، كان بيجي ساعات نعمل تخطيط، أنا بخطط على الأشعة، أعمل تخطيط، أبص ألاقي إن العظم، إن الفتحة الفم صوارة جداً، مش هتباني في الأشعة، مش باني في الأشعة، مش باني في الأشعة، فتحة الفم، فتح بقق دي أقصى فتحة، مش بباني في الأشعة، فلاقي إن المريض بققه بدل من المفتوض يفتح كده، فتح كده بسا، فأنا مثلاً عامل دليل جراحي اتجاهه إن هو يخش كده، تمام، فالفم مفتوح قد كده، فالاتجاه ده هو اتجاه فعلياً مستحيل، يعني حضرتك قدل البقق كده، أنا محتاج إن أنا أخش بمسافة قد كده، عشان أقدر أدخل دي، محتاج إن أنا أخش بمسافة قد كده، ومسافة عندي قد كده، فبالتالي أنا محتاج أغير لاتجاه لها، خش منه، خلي بلايكم الأشياء المقتلية ما ترسم ليش، البقق بيفتح حد إيه، بتواريني الفك، أقولي الفك السوفلي بس، فدي أحد المتغيرات اللي كان بتحصل معانا أثناء الجراحة، أبص ألاقي نفسي مش عارف أستخدم الدليل الجراحة، اللي أنا عملته، اللي أنا عملته، هتخش إزاي في الدياريكشن ده، الاتجاه ده مش تعرف، خلاص، تخش مستحيل، فهتبتدي، لو أنا بقى في الوضع ده، أنا جاي داخل من الاتجاه ده، لقيته مستحيل، طب أخش من الاتجاه ده، فهم؟ وعارف أنا رايح فين برضو الجهاز، هيقول لي أنا رايح من قاني حت، ده نقطة تاني، أحياناً، بيبقى في بعض الناس عندهم إعوجاج في الفك، كويس، فتبص تلاقي إن أنت المكان اللي أنت حطيته، في اتجاه، هتحط السنان في الآخر، مش في الاتجاه اللي أنت كنت متخيله، يعني الميدلاين أو خط النص، بيبقى عادة متناسق مع خط النص بتاع الفك، يعني خط النص بتاع لو إيش؟ لو نراسق مع خط النص بتاع لو إيش، فتاعات الناس بيعندهم تأكل جزئي، جنبة أكتر من جنبة، فتلاقي الفك، كلهم رحل شماء، مثلاً، فلو أنا حطيت السنان على الأشعة، بنحطها إن هي رحل شماء، كنا بقى منتفاجئ بالكلام ده فين؟ بعد ما نيجي نحم، كويس، وكمان ما أقدرش إن أنا أرحل ناحية دي لأن أنا هحمل على الهوى والزكون يما يكسر، دلوقتي لأ أنا والله لقيت، البلانينج بتاعي أو البلانينج بتاعي في أي مشكلة جراحة، إنهم رحل، أهم جاي عامل إيه؟ أهم رايح، مغير الاتجاه، وأنا جوه الجراحة، وشايف، وهعمل في الاتجاه المظبوط، وهعمله تايتينيوم، هسابورت الوش، يبقى أنا حليت المشكلتين، بالنبي ده أنت، والطاي، دا يرد، أنت بتنتيني والله، أجمل حاجة، أن أنتك تسريت لي نظرية مهمة جدا في العالم الطبي، مش في عالم طبي الأسنان بس، إنه الإيمان بالتكنولوجيا، والعمل عليها، واستقدامها، وتعلمها، والتعلم ليها، شيء مهم جدا للتقدم، الحماس لطرحها، رغم صعوبة الطرح وتعقيداته، كل ما يكون الحماس أعلى، كل ما بيدخل قلوب الناس وعقولها، يعني أنت، فأنا بدأت أفهم، الناس بدأت تفهم، لأن طب الأسنان في النهاية، أنا مش طب أسنان، فأنا بدأت أفهم، أكيد الناس بدأت تفهم، وكل مرة بيفهموا أكثر، لغم أنت بتكلم صعب، والله عزيز، ضيف العزيز المبدأ دائما، أستاذ دكتور شديد علي حسين نور تاني، وأسعب تاني، بناكم دائماً، الله عزيز، شكراً اهلا بكم احنا بندر كل حتة في جسمنا ضرر كبير رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا تعالوا احكي لكم قصة مهمة جدا لتوماس هيرزوغ ده مدير اعمال النمسوية كيري كورنبيرج طبعا اسماء صعبة خالص كيري كورنبيرج دي دي لعبة قبز بالزانة ودي عندها 21 سنة تعرضت الافتطام قوي جدا تتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر الى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون اصابات كبيرة البي اربي هذا العالم المثير مع ضيف العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير ولا انا بعتقد ان هذه واحدة من لقاءات القرن الواحد وعشرين يعني ايه لقاءة القرن الواحد وعشرين يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقر وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الاسس دكتور ايمان أهلاك في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها ألم فضائري ده نزلها غضروفة ونزلها غضروفة يعني أعملتها اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع تمناها ذات 15 سنة بأخذ علاج مش بتاعي دمروني تجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح البي أر بي عزل عالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه هرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية تب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الإسم الكبير أستاذ دكتور أيمن هايو أهلا بيك دكتور أيمن أهلا بيك دكتور أيمن وحشني والله وانت كمان الحقيقة النهاردة عنواننا البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الإسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة بدأي الأول إيه رأيك في اللي احنا شوفناه دلوان طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقة قبل كده احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره احنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتير قوي بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات الزحلقة على التلج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول لأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد الوقت اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعات بتحصل وساعات تأفيه نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده النمى اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع تمانع غالية اللي بلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعات التهور يعني بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بينهم بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهل تتصاب فخلي بالك ده هيجورين للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع الالتهاب والالألم ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دائمة إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني أنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش فولت المناسب بتعطي تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفز طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك المستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى لي عشر سنين بلف عند كترة وما أصرتش ومعا حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان يبدأ مع التصليح طبعا حضركة عارف الأكشن بوتينشل والورنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخسونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها ال-PRB هنيتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فاما الزبت فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بال-PRB ده كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة من هالجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هايلة بيجي لي ناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقلنا وتحسلنا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستارز وناس رأس مالهم في جسمهم اتعالجوا بال-PRB جارس بيل نادال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل ده نموذج ليه العلاج بال-PRB فيه إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا وأثرها بال-PRB صحيح زي محرج بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقى له خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقى له ستة شهور لأ طبعا اللي بقى له ستة شهور ده حيشيله غضروف حيخف اللي بقى له خمس سنين ده حيشيله غضروف حيخف 30% مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا؟ الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعاً من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايماً أنه عنده العصف الخامس ويطلع مفصل فك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايماً قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جداً في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعاً الرقبة وآخر الظهر هما نمر واحد لأنه نص الظهر ده فيه في فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمها الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايماً مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلم أسفل الظهر اللي اللي عم بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يععد يومين تلاتة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات الألم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جداً طبعاً الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها أنها فقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيلس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة ما سينا كعب عالي بالزبط هو ممكن كعب دايما المشاكل الجاملة مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعاً عضلة السمانة اللي هي هي طبعاً اللي بيتمشيك فدي عليها لودة عالي جداً فدي من أشهر أماكن الألم دول طيب هنا فيه سؤال مهم جداً هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجمرة دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى وزء من حياتي وعندي إحساس جوه إنه هو عمره ما هيروح هل الكلام ده علمياً صح والعالم كان لسه عندي مريضة ست جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جداً بقعادة عشر تيام في البيت ما بحركش قالت لي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها وأنا كنت معتقد أنه حيجي ليوم في الأيام أنه ظهر هيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماماً تشوفيت 100% وكل ما شوفها بتقعد تدعي لي ستة جميلة جداً هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصله ويمكن إحنا لو كلمنا على أنواع المرضى فالمريض طبعاً عنده طاقة سلبية كتير وده دايماً ماشي محبط وعنده دايماً تراكمات نفسية فدايماً بيقول أنه عمري ما حاكد فيه عايش كده وفي مريض دايماً عنده طاقة إفجابية بيدور على علاج مختلف ودايماً حيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عندي حتة مهمة جداً والحقيقة أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة للأشعة العين بيروح يعمل الإنسان بيروح يعمل أشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عملية أنت كارثة أنت زي ماشي على رجلك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كده جيبين الأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة ورجل ماشي وبيلعب خارك عادي معك مشكلة خالصة فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة قام نعالج أعراضه كيف نميز بالأتنين الحالة دي قضية مهمة آه جدا لا إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقوله شكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقوله غالبا دي عملية أكشف عليه أو للإنسان اللي أنا قلته خالص تيملكش عملية وأحد يقولك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى؟ لأن إحنا الأشعة مش مؤزم السرطان يعني يعني أخره بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه حيعمل أعراض لو مش مدائق حيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعاتها عندها زعزعة فقرات من زلالة قضروفي بسألها شكوتها إيه بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي حضراتك بمشي ثلاث ساعات حضراتك ما لكيش عملية وعمرك ما هتعمل عملية وهي فوق الستين سنة ألمها حتا التالي وفي واحد بيبقى عنده الاثنين فأنت بتوزنها هو هيخف بالعملية كم في المية لو هيخف بنسبة كبيرة 70-80 هنعمل له لو هيخف 20-30 مش هنعمل له طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول بعد أن نسيب له 20-30 يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة إن زي محارك بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل الديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه قولي الدليل وحخف إزاي أو حخف ولا لأ وقولي فحوصات عمل عرف إنه حخف ولا لأ وإذا خفيت اديني دليل إنه أنا خف ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة أفضل قضية خطيرة يعني وبرضون تريد الفضل في إنك أسرطها كان يعتقد وما زال يعتقد في أوصات كثيرة جدا إنه أي ألم في الظهر ده أنزلق وضروفي خلاص ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي وأنزلق وضروفي يعني عملية والله يوم تلك حاجات وربعة يعني هو أي أي ألم في الظهري أنزلق وضروفي وأي أنزلق وضروفي إذا عملية هذا معتقد ريب جدا صحيح حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل يعني أستاذ هني عفيفي يعني هيسألك سؤال مهم تعال نشوف هني عايز بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابل تلويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكر على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومعائلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغدروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخضر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غدروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الانزلاق الغدروفي لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معاك حق هذا السؤال طيب نبدأ الأول الغدروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غدروف اتفقنا دخشونا ممكن يبقى معاه خشونا إنما ألام الظهر بس ده خشونا حتى لو فيه غدروف في الآشاعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجلو ما إدارش رفعه حقاً 23-30 درجة لازم يمشي ويقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاه تنميل ويكونه غدروف في الآشاعة مقنع لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعة ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجلو وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجلو بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعاً المريض مش حقدر يوصل الوحدة للتشخيص بس أي حد حيقولك عملية لازم تاخد رأي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات إلحق نفسك البول حيسبقك العين طبعاً بيسمع البول حيسبقك ده بينار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلاً على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية فيعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة قوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلاً عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جداً وما سمعتش أخبارهم تاني وفكروا غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانيين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا وجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايماً ما بتحسنوش فالعملية نتائجها مزاي الناس فاكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جداً الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد إنت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلة اللي عامل عملية فيبروميارجي آه وغضروف صغير جداً وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلات غضروف في تلاتة واربعة اربعة خمسة خمسة أولاً وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلاً تقرير جاي من برة حد عاش في أمريكا ولا حاجة اكتب لك جنبها مالوش أي دليلة دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تزكر هو ماقدرش ينكره حاجة لا تزكر وماقدرش يخضك بيه إنما هو يقولك فيه غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف ايه المهم وإيه اللي مش مهم طبعاً احنا يعني فقدنا الأولويات يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة قدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الPR يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريباً يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جداً هنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج الجراح وناس تاني كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايماً الجراحة أسهل لي بدلاً لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايماً نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زكا طبعاً في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها جراحة ده العين اللي بيزعل بقى إن هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مش للرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جداً بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أه أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أحكي أسمع قصص المرضى يعني وإعنا من يمشي كده بتاع أنت شوقتني بتاع لي لعيبة كور آه أوه ده ده مهم أو يعني لعيبة كورة يعني إنت ببترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتاح آه ده 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 آه ده 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 reinforcing حينا لأ أداء أداء عضلي قوي ده حقيقي يعني أنا جا لي وبعدين عنده غدروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي أربي تحسن أكتر آه أنا بقول له أنت بالنسبة لبناء أدم طبيعي عمره معيشتكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده ده nhưng ده أشعة تلاقي بكل لا ده دي أشعة آه والثاني مريض كان عنده فقرات العنقية على اليمين دي كلها ملخلاخة دي كلها زواد عضمية عدم ثبات ألم في الرأبة جامد إلا على الشمال نفس القصة ومعها غضروف عالي أوي واحد واثنين اللي تسام اللي أخضر ده ده نزلها غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطنة ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده اثنين وخمسين سنة من آسيوط وكان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس دقائق وقعت في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خفى 70% يمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها لغد الوقتي زي الفل دي حالة نمرة اتنين دي سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها ألام كانت بسبب دي القناعة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناعة عصبية دقائق العلامة الزرق قناعة عصبية واسعة بقى ان الفرق بتهال ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليمنى تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي أرقام من بق العيان يقول له دي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده 4-5 وجايا عنا هتلاقي حتى على العصب الشمال شايف العصب اللي بيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودة دي جاي يقفل عليه ده عنده عرق النسف ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته انه عنده ألام عرق النسف في الناحة اليمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-80% الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح؟ صحيح خصوصا انه فيه ناس دلوقتي باقتين عمدها الشاكة العضلية كبيرة قوي وصلنا بيتمررون في الجام السيتات البيوت البنات عادتهم للغلط تلاقي حتة فرع بيت بلك دي بيت موت صحيح وبعدين طبعا انت عارف فيه ناس هبين دلوقتي عاملين بيو لك اللازق عارف اللازق عارفها ملوينة دي ملوينة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملوينة تعت الرياضة اه اه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي انا معرفش دورها ايه يعني انا معتقدش هو هو زي ما قلت حرطة مخدر لا مفيش حاجة طولت حتخفل وحدها يعني عشان بس ان نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق معها حاجة أول حاجة خلص هو بتقلل الالم زي وزي ايه حاجة في الدنيا انها ما بتعليقش المنبع نفسه احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الالام المزمنة بيركنها في الارشيف ما تطلعش من الارشيف تاني هتقعد طول عمرك في الارشيف مش هتطلعها تاني الا تتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بيقول صفاحة دموية تبدأ تنبه الجسم ان الاصابة لسه حصلة يبدأ اشتغل عليها صلاحها يرجحها زي الاول اذا المطور دار ما بيتفشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة يعني بدون ما نخش في تفاصيل طب ضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها الريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على رأسهم او حاجات تانية كان برولو سيرابي البيو بانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده احسنهم احسنهم ليه ناتشرال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير احسن الرياضي احسن اللي عايش في جوه صحي احسن يعني تقول لي مثلا احسن شعوب بتعليجها او نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليج اسموهم سليم اكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم مش تغل بصورة حلوة اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم اكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جو ملوس بيأكل اكل كيماوي فيه كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها الخلاج جزائي اللي هي مسؤولة عن التصليح هيا فيه سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي استاذ هاني عشي تعالوا وشوفوا هاني هيقولي بتختلف شدته من معتدلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول أن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فأيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد وهال البي أر بي ليه دخل في علاجه وإزاي نقي نفسنا منه وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص كل المخرجين كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل الظهر هو السؤال ده جميل كل زمل المزيعين كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين بيشتكوا من ألم أسفل الظهر يعني ليه؟ عادتهم هم عادين معظم الوعد وتكيفات عالية جدا صحيح هو بيسأل عالقلم الحد وحادك بتكلم عالقلم المزمنة فانا هجاوب على السؤال الحد ده ألم الحد ده سيبه حيخف الوحد يعني أنا بيجي لي واحد بيقول لي القلم لسه حصل من الأسبوعين جاي أخد بي أبي بقول له لأ حضرتك خدر وشتها وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وإحنا عايزين نوصله للحد ده هو دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الوحده المزمن بقى ده لو الألام مدقيقة يعني إيه معطلة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده تلاف عضلي المريض دهوت كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حيقول لي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لعازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حتة دي حتة دي مزعجة جدا دي عضلة اسمها تربيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف فضيعة فضيعة دي برضو بتتحقن الحقن الحقن إحنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جول المفصل على حسب الأطولة اللي مشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعا احنا بنشتغل حقه اسمها ساعات سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة ليها طبعا الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويس فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقلي كذا السنة بسبب كل ناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني نقوله وين طبعا إن شاء الله في أمل بس برضو أنا بقول لعياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه ويه المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة من زي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة من زي الواحد واثنين فكله برضو بالنما دايما فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم إليه أي حد يقول له يلا قط عمليات يلا نعمل عمليات لا لا طبعا ما فيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عين دخل في غيبوبة ولا ورم في المخ لا لازم التأني لازم أديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة هقول له وبرضو ما فيش يا الله بكرة دي يعني أي حد يقول له كده يسيبه وامشي يخد رأي تاني وتالت وما فيش أسكله واحد للأسف مش حاجة الرأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلا بي أر بي وعلم حديث ينبخي أن تفهموه جيدا العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته هتوبة كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا أنت نوضتني وأسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير أستاذ دكتور أيمان عينب كان ضيفي في الدكتور البي أر بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه؟ خلي بالكم منظهركم وإوعى من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة لي إوعى منها خطر جدا 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 خليوه دايما بعض التور من أكتر البرانشات الطبية من أكتر فروع الطب اللي فيها احتمالات وفيها مدارس وفيها أساليب مختلفة وفيها تغييرات تغييرات بمعنة أنه كل شوية مش كل شوية كل فترة يحصل تطوير كبير جدا للأبروتش أو للطريقة في التعامل مع هذه المشكلة الطبية هو برانش تأخر الإنجاب اللي هو جزء من النساء لما نيجي نبص لأسباب تأخر الإنجاب المشهورة مثلا الأسئلة كثيرة جدا تكاوس المبايد هندخل نعمل إيه لتكاوس المبايد؟ هل علاج دوائي؟ هل علاج بالتدخل بالكي؟ هل كي تراجع؟ طب هنتخدم الأسلوب الجراحي نعمل وجري سيكشن طب ده كان قديم خالص وتمنع طب هنعمل حانم جاري على طول طب هنستنى مش عارف إيه بطنة رحم المهاجرة هل أسلوب العلاجي الدوائي بالنسبة للحالة دي؟ ولا المناظر تدخل لها برامترز ولا أنهي ستيج هي واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا أربعة الأنابيب هنتعامل معها إزاي؟ هنقفلها ونعملها فصل ونعزلها ونشتغل على طول حانم جاري ولا ندخل نعالج المشكلة بتاعة الأنابيب دي ونصبر عليها شوية ونستنى الحمل الإيجابي الحمل الطبيعي أسئلة في كل منطقة ولذلك أول سؤال هسأله والمنطقة اللي هنبدأ نبحر فيها مع ضايف العزيز هي هذه المنطقة دكتور سيد أسباب تأخر الإنجاب كيف ننظر لها في هذه زي ما بيقوله الخريطة الكبيرة والاحتمالات اللي زي ما ميرهاش حد وخصوصا عندما يكون هناك أكثر من سبب تأخر الإنجاب طيب هو على المطلق يمكن إحنا وإحنا قصدين المرحلة اللي جاية نحنا نكلم فيها دي هو زيادة الوعي للناس على إيه اللي بيحصل في جسمك الأول وإيه اللي بيحصل في اللي ربنا خلقه من تبويض في مبيض والمبيض ده دوره إيه والبويضات اللي موجودة من أيام لما كانت البنت في بطنه مهوية لسه جنين وعند 20 أسبوع فيبقى المبيض ده اتخزن فيه أكبر كمية من البويضات اللي موجودة رغم إنها لا تستهلك رغم إنها مش هحصل لها طبويد لإني لما لقناها عند الولادة لو كان فيها 2 مليون بويضة اتجمعت في مبيضها وهي لسه جنين في بطنه ما عند 20 أسبوع عند الولادة يحصل تآكل في البويضات دي إلى لغاية يوم الولادة يبقى شكل عدد البويضات اللي موجودة عندها 1-2 مليون بعد ما كنت خمسة أو أربعة وبعد كده من عند الولادة لغاية لما توصل لسن البلوغ بوصل حوالي 400 أو 500 ألف بويضة نص مليون بويضة ليه العدد ده راح فيين يعني المبيض في حراق مستمر اللي خلى اللي خلى الجنات الوراثية تلعب دور ده عدد البويضات اللي هتبقى اتخزنت في المبيض ده في السن ده وليه عند الولادة هيحصل كده وليه من عند الولادة لغاية النطج وبعد من النطج بقى نص مليون بويضة ده على الافتراض وإحنا عارفين إن فيه بويضة كل شهر يعني لو إحنا قلنا بويضة كل شهر يبقى هي نص مليون شهر عايزاهم ولا هو نظرياً إن كل شهر بيستهلك حوالي ألف بويضة يعني تكمل من لو هي تبوضها بدأ يستهلك في نطجها ونطجها من 9 سنين قول 10 سنين لخمسين سنة أربعين سنة بتستهلك يعني أربعين سنة السنة فيها قول لو عشر شهور اتناشر شهر فعشر شهور يعني كأنها بتستهلك ألف بويضة كل شهر إزاي وإحنا أصلاً ما بنيجي نعمل متابعة للتبويض هي اسمها بويضة واحدة لكن لما نيجي نقرب عن قرب شوية لقى إن فيه عدد من البيضات اللي بتطلع عدد معين من البيضات اللي بتطلع وعدد والبويضات كأنها زي القطر تنزل عليها الهرمونات عشان تغزيها فنبقى نفهم كمان إن فيه حاجة اسمها هرمونات ونفهم إن التبويض اللي بيتم ده على ترياد تريو حاجة سلاسي سلوس ما بين الهيبوسالامس المهيد اللي في المخ للغد الماستور بتويتري ولغاية المبيض إزاي بيحصل تواصل ما بين هرمونات معينة بتطلع من هنا فتنزل من المهيد على البيتويتر تنزل هرمونات تانية فتطلع من البيتويتر ده اللي غد النخمية تنزل للمبيض الأكسس هايبوسالامو بتيوتري أوفيريان أكسس بتطلع من العودة سهل للناس بس تطلع البويضات تبدأ تغزيها بشكل معين عدد معين من البويضات ولكن فيه هرمون اسمه الامتش اللي مش بس بنستدل بيه على عدد البويضات والكوالت بتاعتها قد إيه ولكن بيقول كمان إن البويضات اللي عليها الدور اللي هتشغل يخلي الـ FSH والـ LH تشغله عليها والبويضات التانية اللي في بقية المبيض ما تطلعهاش ما تخليها اركوت نايمة نايمة دورملانت ما تتأثارش بالـ FSH اللي نزم الغدى النخمية يعني هو دهليز يفتح يخلي البويضات معينة اللي هتشتغل وبعد كده بتطلع البويض لما تطلع البويضة وتبقى جهزة طب ازاي البويضة للجهزة بقى وخلاص حصل التبويض وهنقول دي كانت أنسة فمفيش حمل فلما بيحصل بعد ما تطلعت البويضة تطلع حاجة اسمها الجسم الأسفر الجسم الأسفر عشان يطلع هو كمان هرمونات معينة توصل وتغزي البطانة فتخلي البطانة فيها سمك معين عشان البطانة اللي فيها سمك معين دي مستعدة ان البويضة اللي لو تخصبت وحصل حمل هتجيله ويبقى هو جاهز لها والبطانة اللي هي سمك معين هنتكلم فيه وبعد لما البطانة تبقى فيها من استعدال كده لا ده ما حصلش جماع وما حصلش حملة لأن البنت دي لسه بنت صغيرة فالكوربس لوتيم أو الجسم الأسفر ما يشتغلش ولما ما يشتغلش يبقى الهرمونات مش واصلة هنا فازاي يحصل حاجة في الانتومترام أو البطانة الرحم الرهيبة دي إن الأوعية الدموية اللي انت شايفها جاية من الرحم ده وراحها لسبيرل بقت كده عن كبوتية كده إزاي يحصل فيها ميكانيزم رهيب جدا يحصل فيها دي في الأوعية الدموية فيحصل فيها نقص دموية وبعد كده يحصل فيها تآكل وبعد كده يحصل فيها نزول الدورة تنفجر بعد يبقى شايدنج اللي متخصص ده بشكل رهيب جدا والنسيج الوحيد اللي في جسم المرأة الوحيد اللي عنده استعداد للنسف وتواقف النسف تلقائي ونسف يأكد أنه خلاص وصلنا للنضج وخلاص وصلنا لمرحلة أنه يبقى فيه الجزء الوحيد اللي عضو الوحيد اللي ينبق على أن حصل نضج لا فيه جسم ولا بشرة ولا عين ولا أنف ولا جهاز هضمي بيغير ويفهد تفهم أنه حصل نضج ولا العظم حصل فيها نضج إلا الجهاز ده الرحم ده لما تبدأ تنزل الدورة يؤكد أنه حصل النضج ده ولما نعرف في الأنبوبة فلوب باختصار شديد لما نعرف وضعها تشريحي وفي السيولوجية الوضع بتاعها هتعرف إيه ده إيه اللي بيحصل له يعني إزاي إن البوايدة لما تطلع من المبيض والاستومة بتاعتها اللي موجودة وحاجة أسمع الكامالاس وإفرس كله يعني البوايدة بالجزء اللي حواليها إزاي الأنبوبة بالفين بريل اند بتاعتها بسوابعها اللي موجودة إزاي إنها تروح تلزق على الاستيجما دي على الفتحة دي لإن الوضع التشريحي بتاع المبيض بتاع الأنبوبة مختلف عن الوضع التشريحي بتاع الراتس والأرانب والرابتس اللي أصلا الأنبوبة جواها المبيض لكن هنا إزاي ده الميكانيزم ده يتم حاجة غريبة وإزاي بقى الثوابع دي لما تيجي تقفل على المبيض عشان تلقط البوايدة إيه اللي يساعدها حركة المرأة وإيه اللي يساعدها حركة الأمعاء الأمعاء بتعمل إيه تخش في الحوض تزق الأنبوبة على المبيض عشان إيه عشان بقاش بيبقى فيه فراغ ما بين الأنبوبة والمبيض ليه زقب بعض وبعد بالميكانيزم بقى بتاع الأهداب اللي في الأنبوبة تبدأ البوايدة تتنقل من الأنبوبة في اتجاه الرحم تمشي المشوار بتاعه هتمشي المشوار ده هتمشي المشوار ده بعد قد إيه بعد 18 ساعة من التبويد تبدأ تنتقل لما تنتقل من عند المبيض للأهداب اللي جوه لازم نعرف إن الأنبوبة متقسمة إلى أهداب وبهو وديهليز وإسمس موجودة كل المناطق الموجودة في الأنبوبة ده لازم تعرف وضعها التشريحي عشان لما تعرف إنها أصيبت هتعرف تحل كل حاجة من دول إزاي إزاي الأهداب اللي موجودة تزوء البوايدة من المكان ده وزي ما أنت شايف الأهداب اللي موجودة لغاية لما توصل في منطقة أسماء الأنبولة أو البهو الضخم يكون الحيوان المانوي جاي من اتجاه معاكس يزوء من اتجاه المهبل لعنق الرحم لتجويف الرحم في اتجاه البوايدة وبعد كده ولبس الأهداب الموجودة والأهداب اللي راحة جاية إزاي شقاك النعمان لما جيب فيديو كده وبعد كده إزاي توصل بقى الحيوان الجنين ده يسقط لاخل الرحم بس نقف كده شوية عشان حتة دي مهمة لما تعرف الوضع التشريحي بتاع الأنبوبة كجرح بيشتعل في علم تأخر الإنجاب لازم تفهم الانترنست تفهم بطنة ولازم تفهم جراحة عشان تفهم الوضع التشريح متاع الانبوبة ده لما خرجت الاهداء من هنا ودخلت في الورى الاهداء وورى الفامبريا دي الصوابع دي اللي فيها اهداء بشكل او باخر بعد كده تخش في الانترنست تفهم اهم جزء موجود جوه جوه في الانبوبة اسمه الانبولة وده تلتين طول الانبوبة الانبوبة طولها حوالي 10 او 12 سانتي تلتين الانبوبة يعني حوالي 7 او 8 سانتي الجزء ده الجزء ده متخصص بشكل غير طبيعي الجزء ده واحد لما الحيوان منوي بعد القصف الحيوان منوي في المهبة اللي بيحصل يتجمع كتلة الحيوانات المنوية كأنها حصل فيها جلطة فتتجمع وبعد ما الجامعة تم وبعد ما الزوج اتحرك والزوجها تحركت يبدأ التجلط اللي حصل المنوي اللي موجود هنا يحصل اللي المهبة اللي يقفل عليه ودرجة حرارة الجسم دي بدأت تحلله ببعض الانزيمات المعينة فتتحرك الحيوانات المنوية تجاه عنق الرحم على الايه في حاجة اسمها السبين باركيه الميوكاس المخضة يطلع يتسلل الحيوان المنوي ويتسلل ويطلع عبر المخي كأنه أحبال طالع عليها لغاية لما يعد عنق الرحم ويخش في تجويف الرحم وبعدين يخش في الأنبوبة اللي فيها البوايدة يبقى هنا الأنبوبة بتحرك الحيوان البوايدة من اتجاه الرحم ومن هنا عكس من الرحم في اتجاه البوايدة لغاية ما وصلوا في الجزء ده الأنبوبة ده بتتحرك عكس بعض لو الأنفاندابولم ده فيه من 60% ل80% منه فيه حاجة اسمها السالية الأهداب لكن الأنبوبة دي وده أنا أقصده كل كلمة بقولها ده إن ليها ترتيب بعد كده الأنبوبة دي هي المكان إن البوايدة تيجي تخش فيها مش عشان تنقلة بس وتغزيها والحيوان المنوي يجي لها رقم واحد في الرحلة دي بيغزيها اتنين بتعمله كابستيش تعمله نطج قبل النطج الحيوان ما أنا ما عندهش كدرة إن يختارك مع البوايدة يختارك البوايدة وهتفاعل معها فتعمله كابستيش بعد كده بتساعده إن هو يروح ينغمس مع البوايدة ويختاركها والبوايدة تبقى عليها درع زونة بليوسة ده كده عليها درع تحمي نفسها تور الرحلة دي اللي غايت لما الحيوان المنوي الدين إيه أو الحامد النوي اللي موجود في الحيوان المنوي اللي بيحمل كل صفات الرجل يختارك البوايدة الحيوان المنوي اللي فيه رس وعونك وديل هيفقد العونك والديل ويفتح فتح هنا تخرج منه بالأكوزوم البصمة الوراثية للرجل تخش جوه في البوايدة يبقى هنا حصل إيه داخل الأنبوبة حصل كمان الإخصاب ويبقى الأنبوبة هي إيه الأنبوبة هي العضو اللي بيحافظ على الجنريشن هو الحضو اللي بيحافظ على استمرار البشرية هو العضو المحضن الأولاني للحمل ومكان الحمل الأولاني بيبقى أصلا خارج الرحم مش داخل الرحم عشان كده ما قولك الحمل ده خارج الرحم أصلا الحمل بيبقى خارج الرحم بدايته بدايته خارج الرحم بعد كده لما يحصل إخصاب هنا تبدأ تغزي كمان الجنين الموجود يبقى نعرف هنا إن الأنبوبة ليها خاصية بشكل معين بتشغل زي شقائق النعمان أنا كنت جايب نباتي اسمه شقائق النعمان لو نقدر نجيب الفيديو ده حركة رهيبة جدا شقائق النعمان ده وهم آه يدهو والله فعلا في شبه كبير بص كأن الأهداب هوا ده شقائق النعمان موجودة في البحر والسمك ماشي فيه بص بيتحرك دي زي الأهداب بالزبط بالزبط بالملي بص الضبط كده قفل على السمكة وكلها لا دي شقائق الجزء ده عمل زي الأهداب اللي موجودة في الأنبوبة أنا شفناها بالزبط بالملي لو جابوا دلوقتي آه بصوا دول هاتوا بقى فيديو كده الحركة بتاعت الأهداب هتلاقي تشابه كبير جدا في الحركة سبحان الله ها تشابه تشابه رائكم بين جدا الأنم اللي هو الشقائق النعمال واد الأهداب اللي موجودة واد البوايدة الأهداب جوارة ه plumkung poder ويراب هاتوا الطفل ؟ ؟ بتزقها. اول ما تدخلها تلاقي الاهداب. وبعد دي الاهداب. شقائك المعمل بالضبط. اه. هي فلت في عبير رس. وفي انفزكم افلت وبصرون. اه. ده هو الفلت في عبير رس. في الصورة الكبيرة اه. نقف بقى ونكمل نقول حاجة. بس نقف خلي الصورة سابت. لما بيحصل الحمل في الانبوبة في الجزء ده. الانبوبة دي مليانة بتروحها جاية كده. ومليانة سوائل. عشان تغزي البويضة. عشان تغزي الحمال منوي. عشان تغزي الجنين الوافد. صح كده? عشان كده بيسموا دايما الايه? ان الحمل بريجنانسي اندر سي. يعني الحمل بيتم كأنه تحت قاع البحر. يلازم يكون فيه ميا. لازم الانبوبة تكون فيها مياه. وده احيانا لما الانبوبة تتقفل يقولك حصل ارتشاع في الانبوبة. سوائلها هي اصلا مؤهلة لكده. فلازم نعرف الوضع التشريحي والفيسيولوجي. عشان ده يفيدنا لما نيجي نعالج. عشان كده لما بتكون طبيبة هتشغل في عالم تأخر الانجاب. سواء كنت بتتكلم على جراحة ريبرودكتف سورجري. او ريبرودكتف يعني زي بتساعد مناظير مساعدة على الاخصاب. بالمناظير لازم تكون عارف طبيعة الانبوبة دي عشان ما نيجي نتكلم فيها كده. بعد كده حصل بقى الحمل. هيبدأ ينقسم. ويبدأ يتحول لغاية بلاستوميرا. اللي هي تطور بتاع الجنين. تطور بتاع الجنين. بصرق لان هنا الوسع بتاع الانبوبة من حوالي هنا من واحد لاثنين ميلي في الانبولة. من الواحد لاثنين ميلي. لما ييجي يوصل لغاية الاسمس. اللي هي الفتحة الداخلية. اللي داخل بقى في الرحم. بتبقى 0.1. اللي هي فتحة الانبوبة داخل لغاية. داخل الرحم. بتبقى 0.1. 0.1. يعني ايه? كأن واحد من عشرة من الميلي. يعني لو كان واحد من عشرة من الميلي. عشان كده لما الحملة بيجي بيخش. بيتزني البوايضة تتزني عند الاسم كالبارت ده. والحيوان ما انا وجيه لها فكأنها سبتت في المكان ده. فيقدر ايه? يحصل الاخصاب هنا. بس عايز شبه للناس حاج عشان ميتوش. بس اكمل دي وشبه لهم. طيب. بتقعد بقى هنا. هنا حصل المسافة دي. تبدأ البوايضة بتتحرك. بتتحرك 0.1 ميلي. الجنين بقى. لا لسه قبل ما تبقى جنين. اه. بتبقى 0.1 ميلي بوايضة اللي هي راح من اول التبويض الفين بلديق لغاية لما توصل لغاية الأنبولة. بتقعد تمشي ازاي? 0.1 ميلي في الثانية. يعني والصونتي اللي هو اللي هو عتمية اللي هو حدى الدي؟ ادي طرب اوه اني بقى عشرة. ايه ماشي. في عمان ميت سانية. بقى ميت سانية. سور لQué شُف الوقت يعني تاخد تمنتاشر ساعة ماشية. اه. وبعدين لما بيحصل فيها هنا الاخصاب. تعد 48 ساعة هنا. وبعدين 3 يام وتعدي عشان لما تخش يكون في اليوم الخامس وصلت الى تجويف الرحم. عاوز اقولك بقى الدرع اللي كان موجود حولين البوايد. ما ينفعش يعد من الاسم كالبارت. لازم تقلع درعها وتعدي من غير الدرع. في المكان ده. عشان تطول على تجويف الرحم. عشان تخش هتجويف الرحم. الجزء ده مفوش سلية. مفوش اهداب. والجزء ده بيعتمد على زي الحية التعبان. تقعد الانبوبة لو فيه هنا صورة الانبوبة بالمنزار. تقعد الانبوبة بتقعد تنقبط وتنبسط كأن بتحرك من جواها الجنين تجاه الراحم. حركة دودية. حركة دودية. بص الحركة دودية دي. للانبوبة. ندرة جدا. احنا يمكن عمرنا ما شوفنا الانبوبة في الحركة. اه. مدهب ندرة جدا. ان احنا يعني لو تزبط. دي انبوبة متمددة. البوايدة والاهو. بص باينة جدا. يعني لو الحركة تكون اقلش واشايفها. اه. دي ابوبة طبعية. ابوبة طبعية. دي اسنان منزار واحنا الشغل منزار. احنا مجمعين كم صورة كده. دي انا وادر. اه. يعني ربنا لما يكون اقاوز يحط في سكتك حاجة عشان تستدل بيها. وتقدم بشكله وباخر. اللي كنا مقدمينها بحالة اسمها كارتاجنر سندروم. اه. وهنقولها ليه برضو اقصدها اقول الكلمة دي كارتاجنر سندروم. المهم بتتنين. كارتاجنر سندروم دي متلازبة كارتاجنر. اه. السيلية. اللي هي الاهداب دي بتبقى غايبة. مش موجودة. ابسنت. بتبقى غايبة في كل الاماكن اللي فيها بربو عليك. اه. منها بقى. الرئة. ايوة. والجيوب الانفية. ايوة. والحيوات المنوية. ايوة. والفاليوبيانتيو. عشان كده السيلة اللي عندها كارتاجنر سندروم. بتكح. غير انها بتكح وودانها ممكن بتتقفل وتبوز من وهي طفلة. اه. ما بتخلفش. بطاية السميدي اه. بتاخر في الحمل. وان كان. بعض الحالات اللي فيها كارتاجنر سندروم. ومؤكد انه كارتاجنر سندروم. وبتحط بالايكتروم مايكروسكوب. وتشافت ان ما فيهاش اهداف حصل لها حمل. ونوادر. فاكدوا ان ممكن تكون هنا الاهداف ليس لها دور في نقل البوايدة. ولكن الجزء العضل للانبوبة هو اللي مسؤول عن نقل البوايدة. ونقل الاجنة. ونقل الحيوان المالوي. طيب. ده يعلمنا ايه? لما البوايدة والجنين بقى يوصل للرحم. شوف هنا مانيان سائل. عشان كده يتم الحملة ده تحت السائل. تحت. كأنه في البحر. لما يروح لتجويف الرحم. لازم يكون الرحم مفهول سوائل. فاضي. ليه? عشان يساعد الجنين السيرفز بتاعه سطحه. يلمس سطح البطانة الرحم. اول حاجة القديزة في ستيج. يلمسوا بعض. تاني حاجة. الجزء بقى اللي هيحصل بنتريشن. ازاي يحصل ترفوبلاست بقى. ودي ازاي بقى يحصل تاكل تحت البطانة. عشان الجنين يندمج. وهنغمز. وهيعمل بقى ينقسم. عشان كده السائل بيبقوا ليه. وعشان كده الناس اللي عندهم بعض السوائل في تجويف الرحم. ليه بحصل لهمش حمل. رغم ان يتبهدهم كويس. ورغم ان الانبوبة كويسة. بحصلش حمل. عشان كده لما أثناء الحقن المجهري. لما يجوا ونقلوا الجنين. لما بلقوا سائل في 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 تجويف الرحم بيش فطوء. او حتى لما بيجوا ونقلوا الجنين. ببعض السوائل اللي موجودة النيوتران تتغذيه. اثناء الحقن المجهري. لما يجوا ونقلوه. ينقلوا كمية قليلة جدا. عشان تساعد تغذية الجنين. ولو حطين حاجة اسمها امبرجلوكي. انه السمغ الجنيني. اللي يلزق في جدار الرحم. لازم تكون الكمية قليلة جدا. وقل لك كمية قليلة كتيرة. هتخلي فيه لبركيشن. زحلقة. مش هيحصل فيه بحيث ان الجنين يمزك هنا. احنا بنفتح مجال جديد في الكلام. وبالتأكيد هنعيد ونزيد فيه لغاية ما هنحفز الناس. بس لازم يفهموا ده. ولازم يفهموا قد ايه التوافق والتروس اللي موجودة ما بين المبيض. ودورته الدموية. وما بين قنبوبة ليها وضع تشريحي. وفي السيليجية الوضع التشريحي ده. وكل جزء اخباره ايه. وما بين الرحم اللي موجود. عشان ايه. عشان ما نيجي نقول. هنيجي نختار الكرار للمريضة دي. هنعمل لها حقن مجهاري ولا هنعمل لها جراحة منظرية. طب المريضة دي كان عندها بطانة رحم مهاجر. ومغزون المبيض قليل. هنشيل الكيس ولا نعمل حقن مجهاري. اللي موجود بعض الناس تأيض وبعض الناس تعارض. وهل التأييد والمعارضة رائش. يعني انا بحب اشتغل ده فهشتغله. وانت بتحب تشتغل ده فهتشتغله. ولا وفق علوم ترسخت. وبقى فيها علم وبقى فيها قرار يتاخد ازاي. امتى الحقن مجهاري يكون هو الافضل. وامتى جراحة المناظير تكون الافضل. بالنسبة للحالة دي. الحالة دي وغيرها. ام. على المطلق. السؤال المعهود. هل بطانة هل اطفال الانبيب هي العلاج اللي من الاخر. يعني لما يجي حد يقول. ممكن ما نضيعش وقت. فممكن نقول اطفال الانبيب او الحقن. ده العلاج اللي من الاخر. ولا لما اعمل من الاخر بدون اي تشخيص مبدئي. وبدون وصول للسبب. فلا ان الاخر ما جابش نتيجة. فيحصل احباط. ويحصل احيانا انطلاق. لان الاخر جه. فورا الاخر ايه. مفيش حاجة. يبقى بالتأكيد لا ده اكيد مش مؤهلة للحمل. وليه في عالم المرأة وتأخر الانجاب. المرأة. ويعتكر تاخد الانجاب انه مرض انسوي. كأن الرجل بعيد عن الموضوع. رغم انه 50% من تاخد الانجاب رجل. لكن عشان المرأة. بنكلم على راحم ودوره. وانبوبة ودورها. وتبويض ودورها. وحوض ودورها. وهرمونات ودورها. وجينات ودورها. فبالتأكيد المرأة في الشغل وهي اللي هتحمل في الاخر. فبالتأكيد التركيز معاها. وبالتأكيد كل الاحباط جزء من من رصدها اللي بتوصل له. سواء كانت وهي بتدور على الحمل. او سواء كان زوج يعني ايمانه بدأ يقل. او اهالي دخلوا بالموضوع غلط. ايمانه بان فيه حل. ان فيه حل. او ان الام الولد تقول له لا ده اكيد مش منك منها. فالمرأة دي عشان ما نعودش نتكلم في النقطة الاجتماعية اللي هتضيع وقت كتير. تعالا نتكلم في العلوم اللي ممكن تغير الوضع الاجتماعي لما يبدأ يفهم الشخص. يبقى الوضع التشريحي ده موجود جدا مهم. عشان نقول ايه بقى? لما تبدى تقدر تستسد الانبوبة من قدام. من عند الفامبري. يبقى ليه حل? يعني معنى كده ايه? ان لو انا الفامبري دي تلفت تماما لأول الانبوبة. او الانبوبة الصوابع دي تلفت تماما. في حل. يعني المنظر ممكن يعالجها يعالجها. يعني ممكن ان انا وانا وفتحت في موزس وفتحت الانبوبة. وعملت وقلبت ده. هل الجزء بتاع الانفنديبولم ده? ممكن يدخل البوايدة عادي جدا اه طبعا. وللاهداب اللي جواه ينفع تشغل اه طبعا. طب لو كان الانفنديبولم ده باز كوه وهم شغالين عن عمد او او حصل له اي مشكلة او جزء من السلية واهدابه راحت. ممكن ينفع برضو من زار. ويشتغل حتى لو الانفنديبولم موجود مش موجود اه ينفع. يبقى كمان عرفت ده. طب لو الانبوبة دي. اللي بتيم فيها. الانبول اللي هي جزء في الانبوبة. اقبر من 32 اللي هي حوالي 5 سنتي. لو دمرت تماما. نحصاش 하هم. ليه? Kayه المكان اللي بيغزى البوايدة. والمكان اللي بيغزى الحياوان مناء. والمكان اللي بيحصل فيه نوتج الحياوان مناء. والمكان اللي بيحصل فيه اقصاب. والمكان اللي بيغزى فيه الجنين. والمكان اللي بيعدي كده ينقل. طب行 لا اقل. كم في المية لو هي دمرت أثناء لو واحدة بتعمل مثلا واحدة بتولد وبعد ما بولد ولدت كذا مرة فتقول لك عملي ربط الأنابيب بيحصل ربط الأنابيب لبعض الحالات لو كان عندها مشاكل من تكرار القيصريات أو مشاكل من قلب أو مشاكل صحية بشكل أو بآخر فممكن بنعملها ربط الأنابيب أو أثناء في أي دولة تانية خارجية عشان الحلال والحرام ما فيش مشكلة ممكن بيعملها ربط الأنابيب كوسيلة من وسائل منع الحمل فرابط الأنابيب يم أحيانا كي أو قص أو خياطة أو أي حاجة لو دمرت نص الأنبولة لو دمرت نص الأنبولة الأنبولة هي جزء في الأنبولة لو دمرت نصها النص التاني ممكن نشتغل به ويحصل حمل يعني معنى كده لو عمرها ريكونستراكتيف سيرجري لجراحة فيها كل الفانية جراحات إعادة البناء ريكونستراكتيف سيرجري دي جراحات المحافظة على الأشياء طيب فيبدأ إن أنا ممكن أوصل الأنبوبة مباشرة للرحم طيب بفرد بقى هما بيعملوا ربط الأنبوبة فصلوها من الرحم وتكاوت عادي جدا ممكن الجزء ده نستعين عنه ويبقى مباشرة الجزء اللي هو الديهليز الواسع الأنبولة دي المصرر أن أنا أقول لإسمها عشان تبقى مفهومة تتنقل كماء تماما بجراحات ميكروسكوبية كان بتتعامل أحيانا لبروتوم يفتح بطن بشكل معين بلوب معين أو بميكروسكوب معين ودلوقتي بتتعامل بالمناظير وممكن إعادة تأهيل الأنبوبة مرة تانية طب أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول لما جاء جي فوكو عالم فيزيائي كان عاوز يثبت سنة 1860 إن الأرض بتلف حولين نفسها لأن قبل العلم ده كانوا بيتكلموا على إن السماء هي اللي بتلف حولين الأرض ففوكو جيه جاب دانة مدفع في حبل 76 متر وحط فيه الحبل ده 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 جزء يعني كأنه تبصير حطه في القبى بتاعت كنيسة سان جي جيفاني وموجود لغاية دلوقتي البندول ده موجود بتاع فوكو عشان يؤكد وهو ماشي كده بالبطء الشديد كده وهي بتلف الدانة بالتدريج زي ما أنت شايفها أن الأرض تدور حول نفسها أهو شكل شكل فوكو بين دول أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة أو بمعنى أضاق مرة كل 23 ساعة و 56 دقيقة وأربع سوائن أه وبالتالي تعاقب الليل والنهار ودور حولين الشمس مرة كل 365 يوم 365 يوم بتستغرق 365 يوم فثبت هنا أن فوكو بيؤكد أن الأرض بتلوف حول نفسها طيب لما نرجع إيه اللي عاوزين نوصله هنا أن لابد أن تعرف وتعيق تماماً الوضع التشريحي عشان تبدأ تعرف تشتغل داخل جسد المرأة وبالتالي أن فن لو اعتبرنا أن البطنة هي أم الطب فجراحات المناظر الميكروسكوبية هي فن الطب وليست الفن الضائع لأن لما حصل تغيير سكاني بدأ يحصل بعض التغييرات في فكرنا وبقى ده نيو نورمل كلمة ثاني نيو نورمل اللي بنكني فيها النهاردة فلما حصل تغيير والاهتمام بصحة المرأة على العموم والصحة على المطلق أو صحة المرأة على خصوص صحة المطلق فبدأ المرأة سنها يجبر وبدأت لما سنها يجبر بدأت بعض الجراحات الخاصة بيها محتاجاها بدأت تحتاج أدوات للتجميل عمليات للتجميل على المطلق قال صحتها لما بتزيد هتزيد صحيا فقط ولا بتزيد أز عمرا فقط ولا بتزيد بالأمراض المزمنة اللي معاها نعمل إيه عشان تبقى عايشة تنوى سنوات من العمر بصحة جيدة فده يخلينا نشوف من البداية لو كان في بعض الأمراض الميتابوليك ديزيز زي البيسيو أو غيره نبدأ من دلوقتي الأمراض الميتابوليزم زي التكاسل مبايت عشان لما بتكبر الست مباشرة ده أمراض للقلب وأمراض للعزام والسقط لما بدأت ده عموم المرأة يزيد تخيل انه في 30 سنة عدد سكان الأرض زاد من 5 مليار إلى 7 مليار من 5 مليار إلى 47 مليار وبالرغم من عدد زيادة السكانية الرهيب ده إلا أن معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة قليل بمعنى أدق أن معدل مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية معدل السكاني بقى حوالي مثلا 8 حوالي 1.8 لكل ألف واحدة تولد لكل ألف واحدة 1.8 ممكن لأولاده والمعدل الطبيعي عشان يحصل للجينيريشن يتعود تاني يعني 100 مليون يفضلوا 100 مليون أو 50 مليون يفضلوا 50 مليون مش 50 مليون يبقوا 200 مليون زي ما بيحصل لبعض الدول لازم المعدل لأن المعدل الإنجاب يكون 2 و 1 لكل ألف سيدة يعني كل ألف سيدة 2 و 1 بيولده لما يكونوا 10 ألف سيدة يبقى حوالي 20 لما يكونوا 100 ألف سيدة يبقى حوالي 200 لما يكونوا مليون يبقى حوالي 2000 لما يكون 10 مليون يبقى حوالي 200 ألف لما يكون 100 مليون يبقى حوالي 200 ألف وبالتالي ده يحصل تعويض لسكان ناس بتموت وتندسر وناس تتولد تاني فيبدأ الإعمار للأرض الموجودة أو للدولة الموجودة نسبة سبت لكن تعالوا نقول إيه لما زاد حتى سن المرأة تغيرات اللي بدأت تحصل في العالم وتفكرنا بدأ المرأة تعذف على إنها تحمل في البيب الأولاني وبدأ سن المرأة في الزواج يزيد تتأخر في الزواج وتتأخر في الإنجاب فبدأت لما كنا يعني عشان نسبة مثلا لما نجيب سنة 95 نسبة السيدات اللي جابوا البيب الأولاني فوق 35 سنة كانوا 5% 5% من اللي جابوا البيب الأولاني كانوا فوق سن 35 أول مرأة أصحاب الطفل الأول فوق 2005 تعال شوف النسبة زادت قد إيه يعني 95 90 قادي 75 خمسة في المائة 95 22 في المائة كانوا فوق 35 في السنة سنة 2015 بقوا 30 في المائة اللي جابوا البيب الأولاني يبقى معنا كده الاهتمام وتأخر سن الزواج وتقدم سن المرأة اللي بتدور على الإنجاب زاد وبالتأكيد لما يزيد عدد السن ده كلما زاد سن المرأة تقدما كلما قلت عدد البوايضات اللي احنا قلناها من البداية عشان كده كنا بنتكلم لازم نفهم ودعوة هنا بقى لعدم تأخير الإنجاب بدون داعي لما المرأة بتتقدم في السن بعدد البوايضات اللي موجودة في المبيض بتقل بتقل عددا وجودة لما بتقل عددا وجودة بقت البوايضات اللي موجودة أكيد بعد الخمسة وتلاتين للأربعين أو فوق الأربعين ورغم إن حقها إنها تدور وبقى على المطلق وعلى العالم دلوقتي فوق الأربعين بيدوروا هم ليل بنهار وعشان كده الاندستراليزيشن في الارت أو تصنيق المصانع والتصنيع والكوكبة اللي تمت أقصد أو النقلة الارحضرية اللي تمت والسريعة اللي موجودة في الفترة اللي فاتت خلت الارت أو المساعدة على الإخصاب بقت ليه لينسن المرأة زاد لما سن المرأة زاد كان عدد دورات الحقن المجهري بدأت تزيد سنة خمسة وتسعين أربعة وثلاثين ألف دورة في السنة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة خمسة وتسعين 2005 مياه اربعة وثلاثين ألف دورة وكسر يعني أول مرة اربعة وثلاثين ألف دورة عشر سنين زادت مئة ألف مياه اربعة وثلاثين ألف دورة 2015 متين اربعة وثلاثين ألف دورة يعني دخل في حوالي ربع مليون دورة في السنة بتتم في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم سن المرأة عدد المراكز الحقن المجهري زادت وبالتالي حصل ثورة من سنة 78 ثورة في عالم علم الإخصاب المساعد فزادت مراكز الحقن المجهري على عموم العالم وبالتالي بدأ بعض الناس تهجر الأعمليات المناظير اللي بتاخد وقت طويل جراحيا تاخد وقت طويل في التدريب تاخد وقت طويل ومهارات رهيبة جدا داخل غرف العمليات تاخد وقت طويل لأن المراكز المؤهلة لتدريب أطباء بيشتعلوا بفن الحقيقي للمنازيل والمنازيل الميكروسكوبية يعني ياخد كل الكريتيريا بتاعت الميكروسكوب بيشتغلها بالمنزار بدأ التقل وبالتالي بأنها ملجاري على الحقن المجهري وبالتالي حصل هجرة لبعض الأطباء من المنازير لأنها مجهدة ومتعبة ووقت طويل وبدأ يحصل شفت للحقن المجهري وبالتالي بعض الأمراض اللي موجودة داخل جسد المرأة اللي كان ممكن حلها بالمنازير واستعادة طبيعة الأعضاء اللي موجودة رجوحها لوضع التشريحي مرة أخرى ووجدها للوضع الفيسيولوجي مرة أخرى وفرصة إن المرأة تحمل حمل طبيعي كدت المرأة إنها تفقد هذه الميزة للمنازير أو إنها تاخد فرصتها الحقيقية وبالتالي بتخش تعمل حقن المجهري واللي تواصلت مرة بالحقن المجهري تبقى حقن المجهري مرة تانية يعني الرسالة اللي عاوز أوصلها إن كل حد منه هو منفرد إنه يونيك إنه ربنا خلق كل حد فينا واحد ما تكررش وبالتالي كل مريضة داخلها تدور على الإنجاب هي مريضة تحمل جواها مرضها هي وبالتالي لا توصف بالمرض على العموم لازم مخرج بتاعها هي فوزية محمد اللي عندها 35 سنة اللي جزها مثلا عنده آزوس بيرميا غير فوزية محمد اللي عندها 35 سنة وجزها طبيعي بس هي عندها نسداد في الأنبوبة بس السداد في الأنبوبة مقدم من جو من عند الرحم من هنا ولا مؤخر ديستل هنا فليها تأقيد فليها أصدق حلم خاص ولا فوزية محمد اللي عندها تكايص مبيضين هتشغل بأدوية ولا هتعمل حقن مجهري ولا هتعمل دريلينج تسقيب كهربائي والكلام إن الكتير بيتقال هعمل تسقيب كهربائي فافقد المبيض لإن كويته ده حقيقة ولا هعمل تسقيب كهربائي لإن المبيض فعلا للعلاج وممكن يستجيب ويحصل تبويض ودورة حقيقية وده حقيقي يبقى إمتى مين اللي يستخدمه ده ومين اللي يستخدمه ده مين اللي عمل لها دوا ومين اللي عمل لها حقن مجهري ومين اللي عمل لها دريلينج نفس القصة للناس اللي كبرت والدراسات اللي بتتم والمريضة دي اللي عملت حقن مجهري وفوق الاربعين سنة ونسبة النجاح للحقن مجهري أصلا طبيعيا لو نسبة الحمل الطبيعي لزوجين اتجوزه نسبة الحمل الطبيعي بتبقى حوالي في الثلاث شهور الأولانيين حوالي 35% أو 20% بعدين 35% في الثلاث شهور التانيين وبعد كده تبدأ تبقى حوالي 75% في الست شهور نسبة الحقن مجهري طبيعي كله على بعده وكده من حوالي 30% إلى 40% يعني كأنه حصل مضاعفة لنسبة النجاح بس لما يكون معمل حقن مجهري لمريضة فوق 35 سنة فوق الاربعين سنة نسبة النجاح بقت حوالي 35% عشان جودة البائضات بس المريضة دي لما يكون عملت حقن مجهري مرة واثنين وعندها مشكلة في الأنبوبة فنيجي نحل الأنبوبة لها الستة تحمل ونسبة الحملة تعدى 30% يبقى دي مش دعوة هو منزار ولا حقن مجهري هو دعوة لما بتنزل في ميدان الحرب وعندك عدوة هو إمتى تستخدم طلقة أو إمتى تستخدم سنكي سلاح أبيض وإمتى تستخدم رشاش وإمتى تستخدم دانة مدفع وإمتى تستخدم دبابة وإمتى تستخدم باتريود وإمتى تحط نابالم وامتى 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 طيارة بدون طيار يعني معنى كده ان كل الاسلحة لابد ان تكون في ايدك وانت بتتعامل مع المرض عشان تختار انا سلاح اللي ينفع للحالة دي فتجيب النتيجة المرجوة عشان في الاخر خالص لما يبقى نسبة الحمل التراكمي اللي موجود بدأت تزيد او الشهر بدأت تزيد مش هتزيد الا لما يكون فيه اختيار حقيقي للمريد واختيار حقيقي للتشخيص وتشخيص مبني على قواعد حقيقية عشان نستفيد بالصورة والطفرة العلمية اللي تمت دي كلها في صالح البشرية ومن اختصرهاش بكلمة حق يراد بباطل تعال اجيبلك من الاخر قتالي ما كانش الاخر حلو التعبير ده اذا الطب كله قائم على ما يسمى بي التفصيل تيلور تيرابي الدكتور سيد قال جملة مهمة جدا قال انه فوزية محمد ولا فايزة محمد فوزية محمد فايزة محمد اسمه معين فوزية محمد اللي عندها مشكلة ما في القنابيب وعندها زوج بمواصفات معينة في شكل حالات المنوية غير فوزية محمد بنفس السنة اللي عندها مشكلة تانية برضو في القنابيب بس مشكلة بشكل مختلف وزوجها بمواصفات لفحص الحالات المنوية مختلفة كل حالة وهي دي صعوبة التعامل مع تأخر الإنجاب تأخر الإنجاب موضوع معقد وتعقدته ان هو اتنين مش واحد مش مريضة بس ده مريضة وجوزها ومش مريضة بنحط في اعتبارنا فاكتور واحد فقط ولكن عوامل كتيرة السن عامل حالة الأنابيب عامل حالة الرحم عامل الحالة العامة عامل حالة البوايدات عامل الحالة المادية كمان عامل مهم كل ده يخليني والسق الراجل بقى في الحالة دي يتهل حيوت منابيب سليمة مشوهة مفيش في الاختيار مش سهل في التعامل مع هذه المعضلة المركبة اللي عايزة زكاء وعايزة امتلاك أدوات برضو دكتور سيد أكد على حاجة ودي مهمة كتا انك لازم طالما هتتصدر لتعامل مع مشكلات تأخر الإنجاب لازم تتمكن من كل الأدوات ليه تتمكن من كل الأدوات لازم يكون عندك مناظير لازم يكون عندك حقن مجهاري لازم يكون عندك تدخلات جراحية بمختلف التخصصات في نفس المكان عشان ما يبقاش عندك ميول ما يبقاش زي ما بيقوله عندك غرض في تحقيق التعامل مع المرض لأن الغرض مرض لأنه يكون عندي بس حقن مجهاري وكل حالات تأخر الإنجاب تتعامل معها لأنها حقن مجهاري ومفاهم وكمان أعوزيني صح مفاهيم على مناظير الجراحية المساعدة على الإخصاب يبقى إحنا بقلنا كلمة الإخصاب معناه التقاء الحيوان المنوي بالبوايدة داخل الأنبوب بيتفلوم أي حاجة تعكر صفه الإعلاقة دي وتأخرها بمحتاجين إن إحنا نساعد الاتنين دولا يتقابلوا فبيتقابلوا إما بره الجسم بالحقن مجهاري وإطفال الأنبيب وبعد دي كده ننقللهم في الرحم إما إما جوة الجسم بالمناظير المساعدة على الإخصاب وكده بقى المناظير المساعدة على الإخصاب ليس مقدمة لحقن مجهاري مش بنعمل منظر مساعدة على الإخصاب ل ak compara النت line ومؤهل نفسياً وأهل الإصاد نفسياً إن انت فخلال تلات شجح تعمله بقى حقن مجهاري ده مش مساعدة على الإخصاب لو كنت تعمل منزار تشخيصي ولقيت ان فيه مشكلة ما وبالتالي دي محتاجة حقا مجادة دي قصة تاني وممكن نستعيد عنها بانه المنزار التشخيص انه ما نخشش لانه فيه ادوات دلوقتي تساعدنا قوي على ان احنا نشخص قبل ما ندخل مريضة في منزار ونقلل قيمة المنزار في انه تشخيصي فقط وبالتالي فيه فرق ما بين انه انا هبدأ بمنزار وانتقى بمنزار وتحمل طبيعة وده نسبة عالية هبدأ بمنزار لان فشلت انها تعمل حقن مجهري عشان انابيب مرتشحة وفجأت ان انابيب المرتشحة استهلكت تماما ودمرت تماما وعملت لها منزار ده ده اللي في اللي جاي كتير بس دي مقدمة يعني وفعملت لها منزار في لقيت الانبوبة ما تنفعش انها تتصلح فتالي بقى ده مقدمة الحقن مجهري وامتى اللي اتنين يبقوا مع بعض كعلاج تكاملي في الاخر خالج خالص لانهاء كلمة ما تبقى ما تبقى انفرتلتي تبقى فرتلتي انفرتيل بقت فرتيل بصوا بقى عشان اقول لكم باختصار شديد احنا قلنا ايه النهاردة القطر ده مش ازاي الخطوات اللي احنا قلناها اداء المهنة الطبية مبني على شيء مهم جدا هو الطبيب وصناعة الطبيب ليست امر سهل هي صناعة تحتاج الى تضافر جهود كثيرة جدا لاطفاء القيمة على هذا الثوب الابيض لاعطاء القوة والمهارة اللازمة لمجبهد الكثير جدا من اعدائه واعداء وطنه اللي هي الامراض صناعة الطبيب تستلزم الاهتمام جدا بالعقول التي تحيط هذا الطبيب وبالتالي البحث العلمي ما بقاش رفاهية ولا بقى فرض ننظر له بشكل من عدم التقدير الكامل او التقدير اللي هو بيسموه اندرستميشا لا لازم يكون تقدير كامل وفوق الكامل كمان لانه الحاضر والمستقبل بيقولنا بصوت عالي جدا انه لا حياة بشكل امن بدون بحث علمي قوي البحث العلمي ده لا جزء من الاسباب والاسباب لا تتعارض مع الايمان بدلائل كثيرة جدا قلناها النهاردة بتقول انه الايمان جزء منه هو البحث في الاسباب والعمل بالاسباب في دونيا الاسباب بدلائل ربنا سبحانه وتعالى بنفسه خالق هذا العالم خالق هذا الكون هو اللي اداها للانسان يمشي فيها البحث في الاسباب دي يستلزم ان الانسان يفهم قوة جدا يعني ايه تشريح اللي عايز يدخل للمهنة الطبية يحترم هذا التشريح ويحترم ادواته ويحترم من خلال البحث والعمل على الاسباب انه يشتغل بكل هذه الادوات بشكل عادل عشان يوصل لحاجة مهمة جداً مصلحة الدكتور مصلحة المريض مصلحة المريض مش مصلحة الدكتور ولا مصلحة المنظومة اللي إذا كانت مصلحة مادية مصلحة شهرة كل دا يتركنا على جنة مصلحة المريض هي المهمة مصلحة المريض أو المريضة اللي في حالة تأخر الانجاب تستلزم اتقانك أيها الطبيب لكل هذه المنظومات لكل حاجة لكل هذه الأدوات عشان تقوم أنت فعلا عملت المعادلة الكبيرة خدت الأسباب أتقنت الأسباب في وسط المجتمع ووفر لك الأسباب وعمل عليها في وسط ناس صدقوك وآمنوا به وآمنوا بالأسباب اللي انت اشتغلت بيها لأنهم شايفين أنه كل العالم اللي انت عايش فيه بيشتغل بحاجة مهمة جدا اسمها البحث العلمي والإتقان العلمي ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة لأستاذ دكتور سيد الأخرص نورتني في الدكتور كالعادة أبدحت شكرا معي خليكوا دايما مع الدكتور